مع كوكبة من النجوم وسيل من الدعبات وتحية مقدمة من أربعة رؤساء أنهى مقدم البرامج الأمريكي الشهير ديفيد لاترمان مساء الأربعاء مسيرة طويلة استمرت 33 عاماً وألهمت جيلاً كاملاً من الكوميديين في سن 68 عاماً قدم لاترمان على قناة CBS حلقته رقم 6028 والأخيرة من برنامج لايتشوت تلفزيوني الذي عرض على مدى أكثر من 20 عاماً خلال فترة البرمجة الليلية مع مجموعة من الفقرات المنوعة تجمع بين المونولوج والمقاطع التي تتميز في كثير من الأحيان بعبثيتها وقد بدأ على المقدم المخضرم التأثر لفترة وجيزة في نهاية الحلقة شاكراً محبيه إضافة إلى فريق عمله وزوجته وابنه البالغ 11 عاماً الموجودين في الصالة لاترمان الذي أعلن العام الماضي عزمه لاعتزال تمنى التوفيق لخلفه في تقديم البرنامج ستيفن كولبرت البالغ 51 عاماً والذي من المتوقع توليه هذه المهمة اعتباراً من أيلول سبتمبر ترجمة نانسي قنقر